كشفت بيانات جديدة أن معدل ضربات قلب كريستيانو رونالدو خلال مباراة البرتغال في دور الستة عشر لبطولة أوروبا الفان واربعة وعشرون ضد سلوفينيا كان في أدنى مستوياته قبل أن يسدد ركلة الترجيح الأولى. وحجزت البرتغال مكانها في ربع نهائي بعد الفوز بركلات الترجيح. وتقدم رونالدو لتنفيذ ركلة جزاء في محاولة لتسجيل هدفه الأول في بطولة هذا العام بعد ليلة مصفت باء المحبطة لكن حارس مرمى سلوفينيا يان أو بلاك تصدى لها. وكانت لدى رونالدو فرصة للتعويض عندما تقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الأولى للبرتغال في ركلات الترجيح. وبحسب شركة بوب الأميركية المختصة بالأداء الرياضي بلغ معدل ضربات قلبه مع الضربة الأولى حوالين أنبضة في الدقيقة وهو أدنى معدل له طوال المباراة. ثم تقدم برونو فرنانديز لتنفيذ ركلة الجزاء الثانية وسجل أيضاً ممن تسبب في ارتفاع نبضات قلب رونالدو إلى حوالي 125 نبضة في الدقيقة. ثم قفز معدل ضربات قلبه فجأة إلى أكثر من 170 نبضة في الدقيقة عندما كان برناردو سيلفا على وشك تنفيذ ركلة الجزاء التي حسمت النتيجة في النهاية. ويتراوح معدل ضربات القلب أثناء الراحة للبالغين بين 60 أو 100 ضربة في الدقيقة. وقال رونالدو لشبكة RTB البرتغالية بعد المباراة وهو في حالة من التأثر، في بعض الأحيان يكون من الصعب تسجيل ركلات جزاء. لقد سجلت أكثر من 200 ركلة جزاء في مسيرة، وفي بعض الأحيان تكون الأمور فوضوية. ويلعب النجم البرتغالي في بطولة أوروبا للمرة السادسة وهو رقم قياسي. وقد ساعد بلاده في الوصول إلى الدور ربع نهائي، حيث ينتظر كيليان مبابي وفرنسا في هامبورغ يوم الجمعة.